كمثيلاتها من حكومة الأنظمة الاستبدادية تسعى حكومة السودان إلى إحكام قفضتها على المؤسسات الصحفية والإعلامية وتوجيهها ضمن حملات دعائية تدعم سياساتها وتروج لتوجهاتها وثائق مسربة تدولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت عن توجيه من قبل هيئة الإعلام الحكومية لعدد من المؤسسات ومدونين على وسائل التواصل الاجتماعي للقيام بحملات عديدة تدعم الحكومة مقابل تخصيص مبالغ من موازنات هذه المؤسسات والشخص عبر استخدام القنوات والوكالات والإذاعات والصحف في محاولة للصياغات رأي العام دائما لحكومة الإطار التنسيقي المرفوضة شعبيا الوثائق المسربة أثارت انتقادات واسعة من جانب العديد من الناشطين والصحفيين الذين رأوا فيها استغلالا للنفوذ بهدف شراء ذمم القائمين على بعض المؤسسات الألامية والصحفية في العراق ما يعد انتهاكا فاضحا للأخلاق الألامية والقيمة الصحفية العامة كما يكشف عن نوعا جديد من الفساد السياسي المستشري داخل أروقة السلطة والسياسة في البلاد وبحسب مراقبين فإن هذا السلوك يدل عن أن الحكومة نفسها تدرك أن وسائلها في التعبئة ومخاطبة الجمهور غير موثوقا بها من قبل المواطنين ولذا فهي تلجأ إلى استخدام منصات المدونين والمشاهير على مواقع التواصل من أجل الترويج لنفسها وهو أمر يراه المراقبون ممارسة غير قانونية تتناقض مع ما تصرح به الحكومة بشأن ملاحقة أصحاب الحسابات المزيفة ومكافحة الجريمة الألكترونية بينما هي ترتكب نفس الجريمة في المحصلة فإن حكومة السوداني تسير في خطين متوازيين إزاء الإعلام فهي تلاحق معارضيها من الإعلاميين والناشطين على مواقع التواصل باتهامات ملافقة بينما تحشد جيشا من المؤسسات وأصحاب الحسابات المزيفة لدعمها والتغني بإنجازاتها المزعومة التي لم يرى العراقيون أي أثر منها ترجمة نانسي قنقر